يعد الإفوار سيرجي أكا من أفضل صفقات الإسماعيلي في الموسم المنقضي خاصة أنه ساهم رفقة زملائه في بقاء الدرويش بالدور المصر الممتاز بعد فترة عصيبة مر بها النادي في المنافسات وتصدر اللاعب الأحداث في الفترة الأخيرة بعد التأكيد على اقتراب انتقاله إلى نادي البنك الأهلي مستخدما الشرط الجزائي في تعاقده مع الدرويش وتم إجراء حوار مع اللاعب من أجل معرفة وجهته القادمة وأسباب تفكيره في الرحيل وما دفعوا إلى التفكير في الرحيل عن قلعة الدرويش وتم سؤاله هل سترحل عن الإسماعيلي باستخدام الشرط الجزائي أفاد اللاعب رفضوا صرف مستحقاتي أو منحي تذاكر الطيران الخاصة به حتى أتمكن من الصفر من أجل الذهاب لرؤية عائلتي ولذلك قد أوافق على عرض البنك الأهلي وتم سؤاله ولكن مسؤول الإسماعيلي يؤكدون أنهم سيمنحونك مستحقاتك مع إلغاء الشرط الجزائي في عقدك أفاد اللاعب سيرجي أكا وأنا طلبت منهم إعطاء الأموال الخاصة به وتذاكر الطيران ثم العودة لمناقشة العقد الجديد بهدوء لأن وكيلي ليس في مصر حاليا هذا كل ما طلبته ولكنهم رفضوا إعطاء المال أو التذاكر وتم سؤاله ما التطورات التي تمت معك بعد ذلك قال سيرجي أكا حاليا أنا في القاهرة مع صديق لي بدون نقود فهل هذا احترام لعبت أربع شهور دون أن أحصل على راتب لكني لعبت كل المباريات بقلبي حتى اليوم الأخير لكن انظروا كيف يعاملني النادي الإسماعيلي وتم سؤاله ماذا ستفعل هل ستنتقل إلى البنك الأهلي أفاد سيرجي أكا أن وكيله سيأتي وسيقوم بإنهاء الأمر بانتقالي إلى نادي البنك الأهلي موسيقى